كنت خرجة من عند عمر وانا عمال عيط هو بجري زي المجنونة في الشارع ومش شايفة قدامي ولا مستوعبة حتى اللي انا شفت ومرة واحدة جات عربية بسرعة كبيرة قوي كنت تغبطني روحت وقع على الارض فضلت عدم مكاني وانا مصدومة ومدتش اي رد فعل اللي حد ما لقيت حد بيمديلي ايده عشان يقومني طريق هو انت كويسة ايه اللي ما عادت كده انت كنت هتموتي قلت لها كده بس ايه ما ردتش عليا طيب تحب اوصلك برضو ما ردتش عليا بس رحت ناحية العربية بتاعتي ورجبت اللي هو انت ايه اللي مخرجت دلوقتي اتخنقتي مع عمر اول ما نطق اسمه ما قدرتش استحمل رحت نهرت من العياط واول ما طريق ما وصلني لحد البيت رحت نزلت من العربية ودخلت البيت وفتحت الانوار كلها عشان كل اللي موجودين يسحوا ينزلولي اول ما نزلت وشفت دارين بالحالة دي اتفزعت عمر حصل له حاجة اول ما قلت لها كده اللي ايه تعمل تصرخ بقى اعلى صوت ليها وقعدت تقول لنا انا مش عاوز اسمع اسمه مش عاوزها اتطلق منه هدوس على قلبي بالجزمة لو هو هيدوس على قرامتي انا تعبان يا رب تعبان ومش ادرى استحمل بابا كان بيحاول ان هو يهديها بس هي مش عايزة تهدى نهائي وانا كمان بيتعمل حاول انا هدي فيها بس هيكت في حالة عصبية صعبة مر حوالي ثلاث يام وانا بحاول اصالح نارين فيهم بس للأسف مفيش فائدة جبت لها صحابي عشان يكلموها وبرضو رفضت تماما وقفت تحت بلكونة بتاعتها وقعدت غنيلها وجبت لها ورد وبرضو رفضت نطت لها من البلكونة اول ما شافتني في القضاء بتاعتها كده ترمي نفسها لولا ان انا نزلت بسرعة بقيت مش مصدق ان حياتي في لحظة واحدة اتقلبت رأسا على عقب وفي لحظة نارين بعدت عني فضلت حبيس نفسي في البيت وقادع السرير بتاعها ومعمل افتكر كل الزكريات اللي بيني وبينها ومرة واحدة ومن كتر الخنقة وقمت وباتعمل اتقصر في كل حاجة حولي سبتك يا نارين سبتك وما وفتش بوعدي ما موتش وانا اخر حاجة شايفها هي يعنيك عدى اسبوع كامل عليهم وعمر كان هيموت ويشوف نارين ونارين كانت في حالة وحشة قوي لدرجة ان الكل كان خايف عليها وما حدش عارف ايه السبب الحقيقي ورا كل اللي بيحصل ده في يوم كنت قاعدوا لقات جدتي بتتصل بي وعايزان ان انا روح لها وفعلا وفقتها واول ما روحت ووصلت الفيلا ودخلت جوا بيتحس ان انا شايف نارين في كل رقن في الفيلا شايف كل المواقف اللي كان بتحصل قدامنا بيتحسس ان انا خلاصها اقع من طولي وبعد كده طلعت على تيتا اول ما شفتها ترميت في حضنها وبقت منهار من العياط انا ما عملتش حاجة يا تيتا والله ما خلتها انا كنت قاعد في البيت لوحدي وكنت خلاصها نام لقيت الباب بخبط علي قمت فتحت لقيت واحدة بتسألني على العنوان انا عمري ما سمعت عنه فقلت لها ان انا معرفهوش لقيت قاعدت طعيات وقالتلي طب ممكن استخدم الموبايل بتاعك روحت جبت لها موبايل لقيتها راحت قفلت الباب وراها وفجأة سمعت صوت موبايل غريب بيرين ففهمت ان هو تليفونها بس ليه عايزة تستخدم تليفوني انا طلبت مني كوباية ميا لانها بقالها كتير بالدور على العنوان روحت عشان اجيب لها الميا وانا مخنوق منها ومش طيقها وعايزها تمشي باي طريقة رجعت بالميا لقيتها لابسة حاجة عريانة قوي وجودها زي عدمه فاستغربت من اللي هي عملته فدلت عمالة زعق لها وجاي بزقها لقيتها تعالقت فرقبتي وفي اللحظة دي لقيت ناريم قدامي والله ما خلتها والله ما خلتها يا تيدي عمر قال لي كده وتأكدت ان هو بريء بس برضو ناريم حقها ان هي تعمل اللي هي عملته ده اي واحدة تشوف جزء في الوضع ده ده اقل حاجة ممكن تعمله رحت شاورت لعمر على قلبه وقلت له ناريم انت عارفها كويس جوه قلبك ده سكنة وحافظة مكانها انت عارفت صالحها ازاي عمر لكنك اعمى عن الاجابة مش عاوز تشوفها بها معقولة ناريم المجنونة تتصالح عادي كده زيها زي البشر ولا عمر المجنون طرقته تبقى عدية كده يا عمر ناريم بتحبك وانت كمان بتحبها ومن زمان بقت بس اصلاها بصدمة ومستغربة هي عرفت ازاي لقيت ابتسمتلي وكملت كلامها وقالتلي ادي حاجة وبينالينا كلنا من زمان انتو بس لما كنتوش شايفينها لما كنت في قولة سنوي وهي كانت لسه تدخل قولة سنوي انت فضلت ان انت تسقط عشان تعيد السنة من اول وجديد عشان تفضل معاها في نفس السنة طبعا انت قلت لنا كلنا عشان تذكروا مع بعض والجو ده لكن الحقيقة يا عمر انت بس اللي عارفها وعلى فكرة بقى كلنا كنا عارفين ان انت بتحبها ومازلت بتحبها عشان كده جوازكم ما كانش صادفة يا عمر اتصدمت اكتر من اللي تتا بتقوله وفضلت بس اصلاها ومش فاهمها هي بتقول ايه اكملت كلامها وقالتلي انا بقى اللي عملت الخطة دي عليكم عشان اجبركم ان انتوا تتجوزوا لاني من غيرها ما كانش هيحصل يا عمر قمت من مكاني وبصت على قديها قلت لها بجد انت احلى حاجة حصلتلي في حياتي يا تيتا وبعد كده سبتها ومشيت وانا رايح بكل حماس على اكتر حد في الدنيا انا عشقته لا بجد انا مش مصدقة مخ الروعة ده واخيرا اخيرا فرقت بينهم ووف طب وانت يا ترجع لعمر ازاي بقى يا سلام ومين قالك اساسا ان انا عاوز ارجع لعمر الله امال انت عملت كل ده ليه انا عمر ما يهمنيش غير فلوسه اي نعم هو حلو قوي لكن انا ما يهمنيش غير صروته بس ودلوقتي انا لقيت واحد اغنى منه تقريبا في ايه لازمته بها عمر انا عملت كل ده عشان انتقم من ناريم الكلب على اللي هي عملته فيا واكيد مش هخليهم يتهنوا ببعض طب وطارق عملت معا ايه اول ما سعلتها وقلت لها كده لقيتها ضحكت ولتلي لا طارق ده خلصت عشانتي مهمته كلها كانت ان هو يوقع بينهم ويقنع قاسر صاحبه ان هو يقنع ناريم انها تخلي عمر يغير منه لكن الحقيقة بقى ان هو كان بيعمل كل ده عشان يقرب من ناريم ويكسب قلبها او يعقر حياتهم ولما ما نجحش في ده كانت اخر مهمة ليه ان هو يرن للبت اللي انا بعتها لعمر اول ما يشوف ناريم داخلة عشان تنفس كل اللي انا قلتها لها بالحرف وبعد ما وصل ناريم اتقلبت به العربية هو راجع خلصت كلامها ودخلت في نوبا من الدحك الهستيري والكئين اللي بتتكلم عنه ده حاجة سهلة هينة مش روح انسان ضاعت كنت عادة في القضة بتاعته عمالة فكر في عمر هو دلوقتي معناليش اي حاجة غير ان هو انسان خاين ملهوش اي تلاتين لازمة بالنسبالي ومرة واحدة سمعت الصوت سرخ من تحت طلع تجري لقيتنا ريمان قاعد على الارض وعمالة تصوت وتصرخ هو كأن حد مات طلع تجري عليها هو في اينا ريمان هو بابا فان هو حصل له حاجة لقيتنا ريمان بصت له وفضلت تصرخ وقالتلي مات مات خلص ومش هتشوفه تاني مات بقت حاسة ان قلبي بتعصر ومش عارف هي بتقول ايه هو مين ده اللي مات انطقي مين اللي مات عمر عمر يا ناريم بيتعملت حك بكل هسترية قلتلها ما تبطلها بل بقى واتكلمي جد مرة واحدة في حياتك ما تتكلمش كده عليه بعد الشر يا شيخ بقولك عمر مات يا ناريم خلاص مش هنشوفه تاني بيتوقفه مش مسدهه داني اكيد اللي اسمعته ده غلط دموع بيتعملت انزل من عين غصبا عني وقلتلها عمر عمر مين اللي مات هو في حضني هو باصص في عيني وساعاتها كمانا هموت معي ناريمان احنا اتفقنا على كده اصلا ايوانا متأكدة متأكدة ان هو اكيد ما حصلوش حاجة لقيتنا ناريمان بتنسكني من ايدي وهي عملت عيات جمد وبتقول لي انا هودكي لي عشان خاطر تصدق هقصديك عشان عرف ان انت كدابة وانو عمر عايش وفعل انا ناريمان بعدها خدتني وودتنا عن مستشفى وقتولي الطريق وانحس ان انا عاملة زي المجنونة مش مصدها اي حاجة من اللي بتحصل حواليا ورفضها تماما لحد ما وصلنا المستشفى ولقيت ناريمان وقفتني قدام قوضة وقالتلي هو هنا ما اتطوليش عشان خاطر ما تعذبهوش بصتلي ناريمان بكل شرع التخلف اللي هي بتقوله ده وبعد كده زقتها ودخلت القوضة اول ما دخلت لقيت القوضة ساعة قوي هو كأن دخلت تلاجة وبعد كده ببصه قدام لقيت عمر نام على السرير هو ما بيعملش اي حركة ولا حتى مفتحينيه روح تقربت منه وقلتله وحشتني قوي يا ميرو يردك يردك تتأخر علي ايوم بحلو يلا بقى يلا قوم وصالحني قلتله كده انا بشده من ايده بس تدرعه وقع مني وما فيش اي حركة ليه الدموعي بقت عملة تنزل من عين غصبا عني يا عمر بلاش تنحى بقى خلاص انا اسفى ان انا ستك بس يلا قوم مش انت بتزهق لما بتوعد لوحدك انا كمان بزهق يلا بقى يا عمر لكن عمر ما بيردش علي فضلت عملة سرخ وزق في جامد وما فيش اي رد فعلي منه لق يا عمر ما انسبنيش انا مقدرش عيش من غيرك هموت يا عمر وربنا هموت ما تعملش فيا كده وحياتي عندك ما تعمل فيا كده يلا قوم معاي طب انت مبردتش منتك في السائع ده انا بردت يلا يا عمر قوم وحدوني يلا قوم اتخاني معايا يلا يا عمر انه قوم نعمل اكل سوا وما فيش مشكلة انا عاوز ايجي لنا تسمم تاني طب اقولك اقوم وعاكس البنات اللي تعجبك وخني زي ما انت عاوز بس اقوم خلصت كلامي وانعمل اصرخ جامد ومنهارة من العياط وخبطت على صدره ومرة واحدة لقيت اللي بقوللي اه اه يا بنت المجانين بيتوقفة مزهولة من اللي انا شايفاه هو بعد كده قربت من عمر بسرعة وقلت له ايه ده انت معايا بجد يعني انت ما موتش ما موتش يا مجنونة قلبي بيتوقفة وانا من جوية هموت من الفرحة كاني روحت سحبت مني وردت لي تاني وبعد كده ببص على عمر واخدت بالي من حاجة وفضلت اضحك عليه ايه ده اخيرا قصيت شعرك روح يا شيخ انشاء الله يخلي لك عيالك قعدنا احنا الاتنين نضحك وفضلت اعزين انا وعمر مع بعض وحكالي على كل حاجة وعرفت ان انا كنت ظلمان وبعد يومين بالزبط عرفنا ان كل اللي حصل دوت من الحياة اللي اسمها شاهي عمر رح واعرف بابها وانا اديت لها حت الدرس مش هتنساته لعمرها وبابها امر ان هي لازم تتحجز في مصحة عقلية في امريكا واخيرا حددنا معات فرح نريمان وآسر وعدت الايام وكنت ماشي انا وعمر على البحر وكنا عاملين ناكل ايس كريم وفي عز الشتاء وكل الناس حوالين عاملين يبصوا علينا ومستجنينيننا جدا وبعد كده لقيت عمر بيقول لي ايه ده ده فيه ايس كريم على وانا خيرك ايه ده بجد طب مش تقول لي سيبني متل حوسة كده يعني ويجاي عشان امسح الاس كريم لقيت اللي رفعني ورجلي ما بقيتش طايلة الارض قعد تضحك وقلت له ايه ده انت بتعمل ايه هوريك قال لي كده وطلع يجري ونطف البحر بيا وبالرغم من ان احنا كنا في الشتاء والجو تلج لكن كنا مبسوطين جدا وفرحانين ما خلصش جناننا ريم وعمر بس خلصت حكاياتنا استنوني في حلقة جديدة بقصة جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجراز على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة